توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 113 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستلائي على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 6 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 97 طن أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان حديد تسليحة وفي مجال قضايا المخابض تم ضبط 722 قضية من بينها 64 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 19 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 111 طن ترجمة نانسي قنقر